لا تجنيد خارج مؤسسة الجيش لا تجنيد خارج مؤسسة الأمن تحذير صريح من قيادة مؤسستي الجيش والأمن بتعز التحذير الذي أتى بعد تورط جهات بالتخطيط لعمليات تنسيب عسكري بعيدا عن الإطار المؤسسي للقوات المسلحة قيادة محور تعز وإدارة أمن شرطة المحافظة حذرت في بيان مشترك من أي عمليات تجنيد غير قانونية معتبرة إياها خارج إطار السلطة الشعية البيان أكد على وجود جهات سماها بالمشبوهة تقوم بعمليات تجنيد عسكري في تعز محذرا من أن هذه الأعمال تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية محور تعز وشرطتها قال في البيان المشترك بأن الجيش سيقوم بملاحقة مرتكبي جريمة التجنيد المشبوهة وداعمها في جميع مناطق المحافظة وفق عسكريين فإن عمليات التجنيد المشبوهة ترعاها أطراف محلية تتلقى دعما من جهات إقليمية وتأتي هذه العمليات بعد فشل محاولات كثيرة لإحداث انقسام داخل مؤسستي الجيش والأمن بتعز وبعد سلسلة حملات تشويه طالت الجيش الذي خاضت طوال السنوات الماضية معارك مشهودة ضد ميليشيا الحوثي وأخرى ضد عناصر أمنية متمردة داخل المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر